السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحاولين نشوف فضل الله سبحانه وتعالى عليك في الجهاز نعرفنا بنفسك وإحنا في أني منطقة وأني محافظة أنا الحج شحة زيتون من محافظة البحيرة أنا دلوقتي في المنطقة بتاعت سيوة في منطقة اسمها ابن بير جينا هنا بقالنا 3 سنين والنخلة اللي احنا شايفينها ده هيت غرس فسيلة من 3 سنوات عايزة أقولك أنت كنت الأول بتشتكي من ملوحة مية كنا بنشتكي من ملوحة المية كانت عالية فكانت بتدي يا أمم عاطيتني أوراق صفرة أو جافة من الأطراف والحمد لله بعد ما اشترينا الجهاز وركبنا الجهاز من سنة لقينا الدنيا تغيرت والأوراق بقت لونها أخضر غامق كمان اهو ونسبة الخضر زادت عندي بنسبة كبيرة قوي ممتاز يعني نقدر نقول الحمد لله رب العالمين ربنا وفقك في ملوحة كانت كام كانت خمس سلاف الملوحة خمس سلاف وخمسمية النخلة يقدر يستحمل أكتر من كده ولكن من الواضح عند سعادتك تأثير الملوحة على الأوراق لقي الورق أصفر وصغير ولكن بعد استخدام تقنية المغناطيك مرور المية على الفضر المغناطيسي اتغير لون الجريدة اتغير قلب النخلة الورقة بدل ما كانت صفرة وصغيرة بقت ماشاء الله عليها عريضة وخدرة وداكنة وتلاقي قلب النخلة نفسه ابتدى يزبط نفسه القلب النخلة اهو قلب النخلة اهو تمام سعادتك واضح ان الدنيا القضرة مفيش ولا نسبة اي اسفرار في الأوراق ماشاء الله برضو نفس الهكاية نلاحظها في النخلة التانية هتلاقي سعادتك الاسفرار واضح في الأوراق القديمة نفس العيب نفس المية بس بعد ما ركبنا الجهاز التحسنت نوريكم برضو النخلة دي في بعض النخلة عادت انتاج قبل الأوان قبل الأوان يعني هو النخلة معروف انه هو بعد خمس سنين ممكن ناخد منه انتاج لكن في بعض النخلة جاب بلح جاب محصول مبكر اي نعم حاجة بسيطة لكن برضو دي بصد خير ممتاز أستاذ الشيحات ما شاء الله عليك بتختارك المجال الزراعي وعارف ان حادتك في مجال موجف الرياضيات بعد استخدامك لجهاز فيه قوة فيزيائية جميلة جدا مرور الماء من خلال فض المغناطيسة الزتونت أخبار نموه معك عمل ازاي؟ النمو المجموع الورقي زاد بدرجة كبيرة جدا يعني حجم الورق الضعف وحجم الورق الضعف وحجم الورق نفسها كبير تمام سعد اللي هي مصنع الغذر ومفيش الورق النشفة الصفرة ولا فيه كده كله أخضر اهو ماشا الله هجين قلت كمان البراعم الشخالة البراعم غضة جدا تمام سعد والورقة عريضة والورقة عريضة والدنيا خضرة المية 5400 جزء في المليور برغم ان المية 5500 جزء في المليور 5500 جزء في المليور قبل ما تركب الجهاز كان حال الزتون ايه؟ كان حال الزتون كله يعني يمكن متقزم والورق أصفر وفيه بعض شجر الزتون مناماش خالص لم ينمو ومان تمام مع العلم ان الزتون بيتحمل الملوحة ولكن مع استخدام الماء الممرض وعرفة المغناطيسي ادانا انتاجية زي ما احنا شايفين شجرة عمرها ثلاث سنين وكانت متقزمة واخنا خدنا منها انتاج السنة بس كان بشاير الحمد لله ان احنا عدنا من مرحلة التقزم بسم الله الرحمن الرحيم استشحاتها بعد اذنك احنا جينا الرمان وما شاء الله اللي حاولها الا بالله فيه تغير جميل شايف ايه بعد استخدامك للجهاز والله انا شايف ان البرام الغضة وكترت تمام وفيه نمو في الاوراق الخضراء تمام في مدة زمنية خصيرة كويس يعني اذا حصل نمو هير عادي في الافرع وتكوين افرع جديدة براعم جديدة اخبار السمر ايه معاك؟ والسمر زي ما احنا شايفين فيه كسرة في السمر زائد ان الاحجام الاحجام الحمد لله فيه احجام كبيرة وزائد ان الخضراء طعم نفسه تغير معاك طعم الرمان طعم الرمان متغير بكتير الاحسن وكان نعرف ناكله قبل تركيب الجهاز دلوقتي نعرف حاسين انه طعمه سكري من الدرجة الاولى ما شاء الله عمر الشجر قديفن؟ دي عمر الشجر سنتين بالك سنتين شفت المحصول ده السنة اللي فاتت؟ لا لا ما شفناش السنة اللي فاتت لان ما كانش لسه الجهاز عطا مفعول تمام شفت النموات الخضرية الجديدة والبراعم الجديدة دي قبل كده؟ لا 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 ما فيش النمو ده لسه جديد ودايما كل يوم فيه تطور نمو جديد وخضرة جديدة والسمر بتكبر ايه رأيك في لون الورقة الجديدة؟ ايه الورقة الحمد لله ما فيش اي حتة جفة والا ايه تعتبر لون الورقة الخضرة ايه يعني يعني الاخضرار الطبيعي بالطبيعي النموذجي مع العلم ان هنا نلاقي احتراق في حواف الاوراق واللاقي في بعض الاصابات وده ناتج من تأثير الملوحة السابقة على النموذج وهنا الجهاز بعد مرور المية في الفضل المغناطيسي الداني انتاجية عالية في السمار شكله لون وطعم الداني لمواد خضرية كتيرة خمس سلاف وخمسمائة جزء في المليون مكانش نعرف بالمية من غير جهاز ان احنا نحصل على الانتاج ده ماشاء الله كده نختم زيارتنا لسيوة وفي ضيافة استاذنا الفاضل استاذ شحاد موجه هنا وعلى رأسنا واشنطو شرفتونا ونتمنى انكم تزورونا دايما على طول وما تعتبروش ان اعتبرو دي اول زيارة واخر زيارة لا ان شاء الله تبقى في زيارات متكررة على طول لان احنا بنستفيد منكم والله مبروك يا فندم التعديل الجديد للمية وان شاء الله يكون في خير قادم اكتر متشكرين خالص متشكرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر